اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد والقالي واصحابي وسلم. حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. آآ رمضان كريم عليكم. ربنا يعني يتعد عليكم كده بألف خير يا رب. وعلى الامة الاسلامية كلها بألف خير. النهاردة جماعة جبنا لكم معنا. طبعا انتم عارفين ان ما فيش رمضان بيخلى بالمخللات. فاحنا قلنا النهاردة نعمل حاجة سريعة ومخلل سريعة جدا. آآ يعني انت هتعمليه هتاكل منه على طول. جبنا اللمون الكبير ده اللي انتم عارفينه. هما فيه ناس بيسمون اللمون الاضالية. واحنا ساعت نقول اللمون الكبير اللي هو العادي ده. مش اللي هو البلدي. لا هو التاني. فالمهم ايه عجبنا بصراحة في يعني عند الناس بتاع الخضار. فقلت لأ اجيب شوية بقى اعملهم بسرعة كده. فجبت حوالي تلاتة كيلو بصراحة كانوا هلوين قوي. آآ بتجيب اللمونة بس تتنقيها اللمونة الصفرة اللي هي مش خضرة. الاخضر معاك هيعمل آآ مش هيستوق بعد كده في التخليل هيبقى يشد معاك في الاكل. يعني هتلاقيه جامد والجلد بتاعه جامد مش هينفى. فالاحسن تجيبيها اللمونة الصفرة الكبيرة ان هي ما بتاخدش حتى سوى على النار. هنا حبيبي جيبنا بقى هو تحلع النار وفيها مية. مية ساعة من الحنفية عادية خالص. وحطينا فيها اللمون. وبتدينا بقى كده نسلوقه واحدة واحدة كده لما يفتح معانا. وكل آآ دقيقتين تلاتة نبص عليه كده لغاية اما يفتح معانا. اهو كده يا جماعة عني بتدي نسلوقه كده. اما المية تغلي معاك. تبتدي بقى طبعا تقلبيه كده كل فترة والتانية تجيبي اللي تحت فوق. عشان طبعا اللي تحت اكيد هيبقى كونستوى اسرع. زي ما انتم شايفين كده هيبقى المية بتغلي. لغاية هو اللمون ده بصراحة ما بياخدش وقت على النار خالص نزاي البلدي. يعني دوت اللحم بتاعه معينه كبير وكده بس اللحم رؤية عن اللحم اللمون البلدي. هنا حبيبي خلاص استلقنا اللمونة هوت. هتبتدي تشوفي كل اللمونة كده. هي هتمسكي واحدة هتلاقي مفتوحة كده زي اتفتحت معاك كده على طول تعرف ان كده خلاص استوى. وهتلاقيها طريقة في ايدك. خالص كده هتلاقيها خلاص كده تعرف ان هي استوت معاك. لو وصلت حبيبي لغاية هنا معانا ما تنسوش اللايك والاشتراك. عشان يوصل لكل جديد مني بازن الله. ويا رب قناتي تنول اعجابكم. وتكبر بيكو بازن الله. هنا خلاص بقى سلقنا اللمونة هوت. هنجيب بقى الخلطة بتاعتنا كده اللي هنعمل بها اللمون. على الشيانا هنا الكاميرا ظلمة اللمون شوية. هنا هنجيب بقى اللمون بتاعنا طبعا اتفتح كله معانا وزي ما انت شايفة طاري كده في ايدك. هنبتجي بقى نجيب الخلطة اللي هي فيها عصفر وحبة البركة. وشطة اللي هي الهاريسة ديت وملح. بس كده هي ديت الخلطة بتاعتنا كلها. صراحة بتبقى خلطة جميلة جدا وبتدي اللمون طعم جامد خالص. واللمون ده بصراحة جماعة حلوته ان هو ما بياخدش معاكي وقت. يعني انت حشتي دلوقتي. ممكن عشر دقايق. اه يا دبك تحشيه بس وترسيه كده برطمان. تاني يوم ممكن او نفس اليوم اه عملتي الصبح تاكل منه بالليل عادي خالص. مزاي اللمون البلدي. هنبتجي كده خلاص اللمون نفتحه معانا كده. وتحشي اللمونة كويس. وتجيب بقى برطمان نضيف كده وتكون متعقمه معاكي. لو البرطمان مسلا انت غسله وكده تمشي بس من بعيد النار عليه بحيس ان يتعقم معاكي. يعني من فوق خالص كده تمشيه على النار من فوق خالص كده. خلاص كده اتعقم البرطمان وتقدر يبقى تحطي في خلحة او تنشي فيه كويس جدا. ما يبقاش فيه نقطة المية في البرطمان. هنعمل بقى الكمية ونرجع لكم مع بعض. ايه رأيكم بقى كده يا جماعة. طبعا بتحطي محلول اللمون. طبعا هيتفضل معاكي مسلا حبة البركة وعصفر وملح فابدهو بيهم في شوية مية مغلية وياريت سيبيها تبرط خالص. بعد كده هتحطي المحلول معاكي. حس ان بتبقى المية معكمة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.